لنتعيش بسلام كلمات خطت بأربع لوهات ورفعها شباب في كاركوك في أول فعالية ثقافية تعكس إصرار أهالي المحافظة على الحياة بعد الأحداث التي شهدت المحافظة مؤخرا نعلن بأن كاركوك لا ولن تكون إلا مدينة المحبة والتأخي والسلام كاركوك طالما كانت هي حلقة الوصل بين كردستان وبين العراق ولذلك كثير من المخططات ربما تعصف بها المهرجان الثقافي خلى من أي مشاركة شبابية كردية إلى أن الحضور شددوا على أن المحافظة بحاجة ماسة إلى تقريب أبنائها عبر الثقافة فضلا عن إبعاد مدنيها عن خلافات السياسين مشيرين إلى أن من حضر في المهرجان كتب عبارات السلام كلا بلغته على أحدى اللافتات الأيام كفيلة بعلاج كل الجروح التي مرت على كاهل المدن المهرجان شيء كلش حلو وثقافة أكثر وتطور في الأفكار ويعني نتعرف على هواي شخصيات اليوم تفتخر هي بحضن العراق أول شيء وبهذا التكاتف وبهذا الألفة بين الناس الآشوريون ورغم إشادتهم بالمهرجان إلى أنهم انتقدوا تهميش وجودهم القومي في الكثير من الفعاليات التي شهدها المهرجان مشاركة الآشورية يعني موجودة طبعا هي لكن كنا نتمنى أن تكون بشكل أكبر من هكذا يعني كون الآشوريين أيضا يعني لهم شأن في هذه المدينة التاريخية العريقة سوران داودي الحرة كاركوك شكرا شكرا